تواصل الدولة جهودها الدؤوبة لإدخال المساعدات للأشقاء في قطاع غزة ورغم التنسيق مع الجانب الإسرائيلي بخصوص عدد الشاحنات وحمولتها إلا أن سياسة الاحتلال تمارس تعنوتا ضد المجتمع الدولي ومنظماته الإغاثية فيما يقدم للفلسطينيين من مساعدة إنسانية المزيد مع الزميل باسم أبو العنيم مراسل التلفزيون المصري نعم أحييكم من مدينة العريش وكنا قد رصدنا خلال هذا الأسبوع نقصا حدا في السيارات المقبولة في كرم أبو سالم التي يتم تمريرها إلى قطاع غزة حيث وجهنا تعنوتا إسرائيليا كبيرا في رفض المواد الغذائية وقرارات المياه وكانت هناك استغافة من وزارة الصحة الفلسطينية إلى العالم أجمع بضرورة أن يتم زيادة عدد المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة خاصة مع أنه دخل علينا فصل الخريف وبانتظار فصل الشتاء وتزداد الاحتياجات الإغاثية من أنواع محددة كالبطاطين وكالخيام وكالملابس الثقيلة التي يحتاجها النس خصوصا هؤلاء النزحين في العراء في قطاع غزة ولكن دون جدوى لا يتم إمرار مثل هذه الأشياء مرة أخرى إذ إن الجانب الإسرائيلي يصر على أن يظل الشعب الفلسطيني مطارد مطارد بالسلاح مطارد بالبرود مطارد بالجوع مطارد بالمرض مطارد بالإصابات مطارد أيضا بأن لا سقف يظله ولا حتى خيمة من قماش يحتمي داخلها من الشمس أو حتى من سقيع الشتاء هذا هو الحال مع تزايد القصف العنيف على قطاع غزة وعلى طول الشريط الحدودي داخل قطاع غزة الذي لا يتوقف نهارا أو ليلا وتظل هذه الشاحنات رغم تكدسها الكبير في مدينة العريش هنا في منطقة الشاحنات أو وجودها أيضا في منطقة الشحن اللوجستي في مدينة رفح تظل على أهبة الاستعداد للدخول بكامل قوتها وكامل عددها كما كان الأمر في بداية الأزمة التي كانت تعبر فيها الشاحنات بالمئات في اليوم الواحد واليوم أصبحنا لنا تعدى المئة الواحدة خلال أسبوع كامل من مدينة العريش بسم أبو العنين التلفزيون المصري